كشفت شركة سامسونج رسمياً عن أول منتجاتها من سلسلة الهواتف الذكية Galaxy A التي تمتاز بهيكل معدني كامل وقالت الشركة أن الهاتفين الجديدين هما Galaxy A3 و Galaxy A5 موجهان للمستهلكين الشباب مع مواصفات منخفضة ومتوسطة وتشكيلة من الألوان الزاهية وله شاشة من نوع سوبر إيمولد بقياس خمس بوسات وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل أما الهاتف منخفض المواصفات Galaxy A3 فهو يعمل بمعالج ربعي النوى بتردد 1.2 جيجا هيرتز و1 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويقدم الجهاز شاشة من نوع سوبر إيمولد بقياس 4.5 بوسة وله كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل ويدعم Galaxy A3 شبكات الجيل الرابع LTE ويزن 110 غرامات ويأتي بسمكة 6.9 ميلي مترات